خد اقول لك ازاي تاكل الكريب ده كله بخمسين جنيه بس ايوا فعلا انت سمعت صح هتاكل الكريب المشكل اللحوم ده كله بخمسين جنيه بس هتقول لي فين هقول لك تعال اقول. طبعا جماعة انا دلوقتي طلبت من مطعم كان فاتح عندنا وقفل ودلوقتي فتح فرع تاني بس في مكان تاني. صراحة بقى ليش وقت كريبات ما اقول لكم. طلبت من عنده كريبين. بقى واحد قلت له ان انا بلوجر وهعمل عليه ريفيو. تاني بقى خليت واحد صاحبي يطلبه. هو ده بقى شكل لنا طلبته ده بقى اللي مفهود ان انا هعمل عليه ريفيو. مش عارف هنا الوش متزرلة جي معجن او كده لي انا فاكر ان هو بيبقى مفروض. مع العلم اللي اتنين اللي طلبتهم نفس كل حاجة بالزبط يعني الاتنين مشكل لحوم ووش متزرلة. بقى اللي صاحبي طلب انا مش عارف الورقة لازقى فيهم كده ليه. وده برضه انا مش عارف هي الحاجة بتيجي مبهدلة او كده ليه بقى عشان احنا الاتنين طلبناهم. الحاجة جاي سخنة اوه بس الصراحة الحاجة متهنة بمعنى. يعني هو المفروض وش يبقى مفروض مش كده. واقل حاج. يعني العلمين ده ده اللي انا طالبه. العشمال ده اللي مش هتعمل بلوفيو. ده اللي هيتعمل بلوفيو. الاتنين زي بعد يعني. بس الكسة فاضية يا جماعة. انا فاكر ان هو لما كان فاتح عندنا كان بيبقى معها بيجي بالكسة معها كاتشب وبيجي معها حاجات سخنة. وهنا بس صراحة انا كنت مدقيق اوص لو هو جاي من غير كاتشب ومن غير منادير ومن غير اي حاجة. انا فاكر ان هو كان بيطلع معا كاتشب ومندير. صغير واحده يعني. مش مهم بقى خلاص. تعالوا بقى نشوفه شكله عامل ازاي بقى في الاخر وتعالوا بقى ندقه طعم ونشوفه طعمه هيبقى عامل ازاي. تعالوا بقى ندقه كده ونشوفه طعمه لان هو كان زمان توحفة فمش عارف دلوقتي بقى لسه نفس الكواليتي ولا لا. بس هو اكون ان هو غلى خمس عشر جيني وشال الكاتشب فانا مش عارف الصراحة مش متفاق. وهنا بقى كان طعم الكريب اللازيزي الاصلي الجميل. واللي مدقش بجده جامعة الكريب الوش موزاليلا ده فايته حاجات يا مرح. مش عارف ليه. اساسهم مقطرين الملح في الكريب ده شوية مش عارف ليه. ومستخدمين موزاليلا رخيصها قوي. موزاليلا فانت مش عارف تطلع طعم معين. هتلاقي الميكسات كلها دخل على بعض بقى مصوينها على الجريل. بس هو كواليتي يعني مش احسن كريب ممكن تشتريه. اكيد في اماكن بقيت تعمله احسن من ده بكتير وده كان زمان كان احسن واحد. لكن دلوقتي خلاص بقى. مش مصورينها على الجريل كويس. طعمه ماشي حلو يعني وماشي الحالة. بقى نجربه تاني واحد. ده برضو هو هو بالزبط. بس ده بقى اللي الصاحب يطلب. انا انا مش عارف هو في ايه الصراحة ده المرفوض يجي يا جماعة وشهو يبقى بينور. معالينا بقى خلاص اللي حصل حصل ما احنا عدنا الكاتشاب بقى يبقى لازم نعده دي نشوفه بقى طعم هو هو شبهة تاني ولا بقى طعمه مختلف. هو نفس الطعم بس برضو نفس طريقة التسويه بالزبط. هو نفس الحجب. مليئة من الصراحة للحشو. الكريب مليئة على الاخر. بالنسبة للسعر وبالنسبة للحشو فيه فهو يعني مناسب اوي. بس يا مشكلته بس ان اللي بيسويه على الجريل كان مستعجل شكله فما سوهوش كويس. سوكة طعم وكسار فهو مناسب اوي. الكريب ده كله عامل خمسين جيني بس. كريب ده با كان من كل يوم.